هذا وقد وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر لأهالي شمالي سيناء على جهودهم في الحفاظ على سيناء وضف مدبولي أنه مع انتهاء الإرهاب ومبتابعة يومية من قبل الرئيس عبدالفتاح أسيسي والحكومة سيدم تحقيق التنمية خلال الفترة القادمة أنا بنتهز الفرصة أن أنا أوجه الشكر زي ما كلنا بنشكر قواتنا المسلحة والشرطة بالتأكيد أن أنا أشكر أهالي شمال سيناء أنت وقفتوا طول عمروك واللي الشيخ عرفات قالوا ده كلنا حافظينه في التاريخ وقوف أهالي شمال سيناء من أجل الحفاظ على سيناء أنها دايما الجزء من أهل مصر وده اللي أنا بطلبه منك دايما تفضلوا على نفس عازل عهد يا شيخ عرفات وكل الكبار والصغيرين وأرجوكوا ما تستمعوش لحروب الجيل الرابع هيفضل الناس عمالة تشكك وتقول لا ده مش هيحصل وده لي أغراض تانية أنا بقولها لكم ما تستمعوش لهذه الأقوال اللي احنا بنعمله احنا ما بقناش نتكلم احنا بننزل ننفذ على الأرض وانتو اللي بتشوفوه بتلمسوه